مرحبا بكم في هذا العرض حول المسائل العمرية فلنبدأ حسنا لدي مسألة مكتوبة هنا وتقول خلال أربع سنوات علي سوف يكون أكبر بثلاث مرات من عمره اليوم فكم عمر علي اليوم؟ حسنا لنقول أن X هذه كبيرة قليلا نسبة لما أريد أن أكتبه X تساوي عمر علي الحالي X تساوي عمر علي الحالي إذن أو عمره اليوم أرجو أن تسامحوني على خطي إذن X هي عمر علي اليوم وهنا نقول في أربع سنوات فكم سيكون عمر علي بعد أربع سنوات؟ حسنا إذن X هي العمر الحالي فبعد أربع سنوات سوف تكون X زائد أربع سنوات فهذا هو عمر علي بعد أربع سنوات هذا هو عمر علي بعد أربع سنوات X زائد أربع يساوي علي's age in four years لنقرأ مع المعلومات الأخرى المتوفرة بالمسألة تقول بعد أربع سنوات إذن هذه هي الحالة إنها أربع أو X زائد أربع بعد أربع سنوات علي سوف يكون ثلاث أضعاف أمره اليوم حسنا اليوم هو X حسنا عندما نقول بعد أربع سنوات هي X زائد أربع وهذه هي فقط في أربع سنوات فيمكننا ترجمة ذلك إلى X زائد أربع هذا سوف يساوي ثلاثة ضرب عمره اليوم حسنا نعلم أن عمره اليوم X فهذا سوف يساوي ثلاثة X والآن فقط نجد حل X نطرح X من الطرفين ونحصل على إثنان X تساوي أربعة X تساوي إثنان إذن علي عمره سنتين اليوم لنعمل على حل مسألة أخرى وهذا ذو معنى بحيث أنه إذا كان اليوم سنتين في أربع سنوات سوف يكون ستة وهو ما سيكون ثلاث أضعاف عمره اليوم إذن هذا صحيح دعونا نحو المسألة أخرى لنمسح هذا والآن سوف أحاول أن أكتب أو أضعها في الأعلى أمل أن لا أجعله مشوش حسنا المسألة تقول عمر نظيرة أكبر من عمر أميمة بأربع سنوات عمر نظيرة أكبر من عمر أميمة بأربع سنوات وقبل سنتين كان عمر نظيرة أكبر بخمس مرات من عمر أميمة قبل سنتين كان عمر نظيرة أكبر بخمس مرات من عمر أميمة كم عمر نظيرة اليوم؟ هذه المسألة تبدو أصعب بكثير أعتقد أننا نستطيع حلها لنعمل على ذلك حسنا مرة أخرى ما الذي نريد إيجاد حله هنا؟ نريد أن نجد عمر نظيرة اليوم إذن لنقول أن هذه نظيرة سوف نكتبها نازل للاختصار ولنقول أن هذه أميمة أميمة وهذا اليوم today أقوم بعمل رسم بياني صغير ولنقول أربع سنوات من الآن أربع لا لا ليست أربع سنوات من الآن أنا شوشت على نفسي هذه ستكون سنتين من قبل ما زلت أفكر في المسألة السابقة قبل سنتين two years ago إذن هذه اليوم وكأنها سنتين في المستقبل دعوني أعمل كجدول إنه ليس الجدول الأفضل ولكنه يفي بالغرض إذن نحاول إيجاد حل x كم عمر نظيرة اليوم دعونا نقول أن عمر نظيرة x اليوم وتقول أن نظيرة أكبر بأربع سنوات من أميمة إذن دعونا نستخدم هذه المعلومة هنا في الأعلى نظيرة أكبر بأربع سنوات من أميمة أميمة حسناً هذه المعلومة تخبرنا بأن أميمة اليوم إذا كان عمر نظيرة إكس فعمر أميمة سيكون إكس ناقص أربعة وهذا له معنى لأن نظيرة أكبر من أميمة بأربع سنوات الآن سوف نعود إلى الماضي دعونا نكتب ذلك هكذا إذن قبل سنتين فإذا كان عمر نظيرة اليوم إكس فكم كان عمرها قبل سنتين حسناً ستكون إكس ناقص إثنان هذا له معنى إذا كان عمري عشر سنوات اليوم وقبل سنتين سأكون أقل بسنتين أي ثمان سنوات بالتالي إنها إكس اليوم فقبل سنتين كانت إكس ناقص إثنان وإذا كانت أميمة اليوم إكس ناقص إثنان بالتالي قبل سنتين سوف تكون أقل من ذلك بإثنان إذن ستكون إكس ناقص أربعة ناقص إثنان وهذا يساوي إكس ناقص ستة هذا له معنى فلاحظ أنها بقيت أصغر بالنظيرة بأربع سنوات الآن لدينا آخر قطعة من المعلومات في هذه المسألة وتقول أنه قبل سنتين نظيرة كانت أكبر بخمس مرات أكبر بخمس مرات من أميمة إذن نحن في هذا الوضع قبل سنتين هذا ما تقوله العبارة قبل سنتين إذن في هذا الوضع نظيرة كانت أكبر بخمس مرات من أميمة إذن نظيرة وهي إكس ناقص إثنان كانت أكبر بخمس مرات من أميمة وهي إكس ناقص ستة دعونا فقط نكتب ذلك إذن نظيرة قبل سنتين كانت إكس ناقص إثنان نحصل على ذلك من الجدول نظيرة كانت إكس ناقص إثنان قبل سنتين وهذه العبارة تخبرنا أن نظيرة كانت أكبر بخمس مرات من أميمة قبل سنتين وأميمة حينها كانت إكس ناقص ستة حسنا دعونا نجد حل إكس الآن إكس ناقص إثنان يساوي خمسة إكس ناقص ثلاثين الآن يمكننا طرح إكس من الطرفين إذن نحصل على أربع إكس سوف أبدل أماكنهما أربع إكس ناقص ثلاثين يساوي ناقص إثنان ثم نحصل على أربع إكس تساوي ثمان وعشرين بالتالي إكس تساوي سبعة إذن لقد حللنا المسألة نظير اليوم عمرها سبع سنوات هل هذا يبدو ذو معنا؟ حسنا إذا كانت نظيرة اليوم عمرها سبع سنوات فإن أميمة اليوم سوف تكون ثلاث سنوات وهذا ذو معنى لأنه يوجد فرق أربع سنوات قبل سنتين نظيرة كان عمرها خمس سنوات وقبل سنتين أميمة كان عمرها سنة واحدة فقط صحيح لأنها إكس ناقص ستة إذن هذا له معنى نظيرة أكبر بأربع سنوات من أميمة وهي عمرها سبعة وأميمة عمرها ثلاثة الآن وقبل سنتين نظيرة كانت أكبر من أميمة بخمس مرات قبل سنتين نظيرة كانت خمسة وأميمة كانت واحد إذن كل ما عملناه كان صحيح رائع جدا أليس كذلك؟ حسنا مهما كان أعتقد أنك جاهز لتجريب هذه المسائل العمرية وأنا سوف أقوم بعمل المزيد من هذه المسائل فيمكنك أن تعود دائما إلى هذه الصفحة وتشاهد الفيديو إذا كنت ما تزال مشوش قليلا استمتعوا بوقتكم